الكون العظيم يبارك حياتك العظيمة يا أختي المباركة وهذا صوت الأكوان يعلن أنت قائدة كونية صوت الأكوان يملكي بالضوء قولي الآن تسمعيني من عمق قولي أستلم كل ضوء الأكوان وكلنا نقول باتجاهك مجموعة تستلم كل ضوء الأكوان محبة الأكوان تملأ حياتك اليوم وكل يوم آمين 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 يا عزيزتي أنت إيه أستاذ لما كان بأول الجلسة لما كنا نطبق الضوء نعم شفت مثل كواكب كأن أنا أنا فوق أنا بيكون وكأني شفتهم تحت يعني أنين صغار كواكب هذا قبل النفق قبل السفر من خلال النفق إيه قبل النفق إيه نعم مثل يعني مثل الأرض شكلهم بس فيهم ألوان وفيهم أشكال غير وهنين بعاد نعم ما كانوا أراب مشان أميز بس كان فيهم ألوان وكان فيهم أشكال ألوان الأرض وبعدين لما سافرت وصلت على المركبة إنه مثل العادة نسلم علي وعطاني ضوء الذي هو أخوكي مرة أخرى ممكن أشخاص يسمعون أنا أو جدد أي أخوكي هذا تمام؟ صح من البليديان من البليديان أي اللي هو في كل الجلسات هو يكون معاك من أول جلسة بدأتيها مدهش أي مدهش هذا أي بعدها لما سألت على الطاقة اللي بعين الثالثة اللي عندي أي قلت تقول له الطاقة يعني شو هي طاقة حكمة ولا محبة يعني شو تقال لي هي طاقة حكمة ومحبة أي طبعا تقول له فيني أعطيه يعني بأي وقت لأي شخص اللي طاقت المحبة فيك تعطيه لأي شخص بأي وقت بس طاقت الحكمة لازم تنطلب إذا ما أحد طلبه ما تعطيه أي طبعا أي وبعدها بلشت أشوف صور شفت كأنه حرب أي بس ما عرفت إنه الحرب إذا بالأرض ولا ما 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 قدرت أعرف بس هي إنه صور حرب أي بعدين يعني ما سألتيه ما سألتيه ممكن عن هذه الصور لاحقا أي بعدين صرت صار وعي يرجع على المركبة أحاول أرجع على المركبة وبعدين بجيني صور كمان صرت أشوف أماكن أشوف آآ يعني أماكن مختلفة يعني كأنه من الحيوات سابقة أي أي وشفت صورة حسيتها إنه مو بالأرض كأنه بالبليديان أو شي ما بعرف بس شفت حالي إنه لابسها لبس كأنه ما بعرف أميرة ملكة يعني زي آآ يعني أزياء أو ملابس اللي كليديان ما بعرف بس حسيت إنه يعني كأنه بقصر في زخرفات الله أي حسيت إنه لبس يعني مو لبس عادي نعم أي أي ف سألته هاي سألته عنا إنه قال لي أنت قائدة عظيمة بس الله الله هاي أول مرة أعتقد الآن بهالجلسة ممكن أي مدهش هذا مدهش أي شو هي بالضبط كأنه أنه لازم نحن نكتشف هذه الأشياء لحالنا أي أي يعني حسيت إنه هنن ما ما عندهم الحق يقولون لنا كل المعلومات لازم نحن نروحنا تتذكر كل شيء شيء فشيء إي 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 ممكن إذا إذا حكونا كل شيء تجينا صدمة أو شيء أها صح صح إي إي لأن هو تدريب وتدريس لكم تعرفين صح يعني خطوة خطوة صح نفس الوقت أنا لما كنت عب أشوف هالصور أي يعني هنن كانوا عبي بيشتغلوا إنه جسمي بنظفوا أها أي يعني كان نفس الوقت تنظيفات نعم أي أه لما قلت لنا رجعوا إنه قال لي إنه نحنا متواصلين على الطول يعني الله يعني حتى لو نزلت على الأرض أنا معك على الطول الله الله رائع جدا إي وفعلا أنا صرت أحس فيه يعني موجود معي على الطول طيب الآن أيضا هاي جلسة كيف الآن أنت ممكن كيف تشعرين فيها أو نفس الجلسات السابقة؟ أه يعني صورته بتروحوا بتجي ها كأنه الكلير كوارتز اللي حتظى بالعين الثالثة صرت أنه إي أوضح أحسن من آخر يعني حتى الصور صرت أشوفهم يعني الان بدأتي تشاهديه الان تقريبا نقول هيك مو طول الجلسة عارف عارف بس الصور يعني اي الله هاي لأول مرة الان بدأت تحدث بتروح الصورة وبتيجي يعني بسرعة قزك بسرعة اي وبحاول انا ما امكان عب بحاول انه اركز في الله بحاول انه ما امكان عب بخلي عقلي يتدرب انه مشان يركز اكتر يعني بعرف انه المشكلة من عندي يعني انا التركيز اللي لا بس هذا هذا لا انت تتطورين اكثر اي يعني الان الان شي رائع هذا بجيتي الان تشاهديه الان بس هذا اللي صار اليوم طيب اذا طيب تعتقدين فرق كثير الان من هاي الجلسة ومن اول جلسة بدأتي فيها طبعا فرق جدا كبير ها ليس كذلك طبعا فرق كثير كثير اي انا بنصح كل اللي بيعملوا الجلسات انه اي يستمروا ها وانتي انتي عندك استمرارية رائعة انه ما يقولوا خلاص ما تعمنا معا عم نشوف لا اه اه الله اي الان انتي تقريبا معانا والجلسات الشخصية تقريبا كم يعني كم تقريبا هيكي ولو معدل نقدر نقول ممكن عشرين ام اقل ام اكثر تقريبا او اكثر ممكن مع الجلسات اللي انتي تعمليها للشخصية يعني لا لا بس كمعدل ممكن اي ممكن خمستاش عشرين ما بقى هيكي يعني اي اي هكذا اعرف اعرف احنا ما حاسبيها صحيح بس اي ممكن هيك خمستاش عشرين ومن اي جلسة انتي بدأتي بالاتصال يعني اعتقد اعتقد من الرابعة ممكن اعتقد ما بعرف اه معاكم ممكن من ثاني جلسة اه ثاني بدأتيكي قليلا بدأت اعتقدت الجلسة ثاني ها اول جلسة ما ما قدرت اتواصل اها صحة الثانية بدأت و اي كانت خفيفة يعني بس اي الله مدهش الان كان الوضوح ما كان يعني كنت تقريبا بشوف عتمة ما بشوف شي اها بس الان لا الان اه طيب الان ما في عتمة الان تماما ولا ايش موجود مثلا صرت احس كأنه يعني في ضوء في ضوء اها يعني اها مش عتمة زي الجلسة الثاني اعتقد اي انا ضليت فترة اشوف انه عتمة اشوف وشو خفيف بس اشوف عتمة اي بس اخر فترة لأ صار مرة جلسة عن جلسة بتوضح يعني بصير ضوء الله لكن صوته كفكرة جدا واضحة يعني من تتفاعلين معاه يعني مثلا يقول لك كذا كذا هذا جدا واضح الان بالنسبة لك تعرفين يعني كيف تتفاعلين معاهم يعني الحوارات هو يعني فعليا تحس حالك انه انت بتحكي مع حالك يعني انه عبتجيك الفكرة براسك اها الله ايه طبعا ايه ايه هو بالاول بتحس اول فترة كنت بقول لا لا انا شكلي بتوهم انا اللي يعني انا ما عمشوف شي بس انا عبتحكي مع حالي ايه بعدها تك ايه ايه مرة مرة بيتأكد بصير بتأكد الواحد انه اه والعقل بالاول ما بيستوعب ايه صح ايه ايه بالنسبة للماتريكس اللي كنا عايشين فيه العقل ما صعب انه يستوعب اول مرة ايه صح ايه ايه بس مع الجلسات بصير اوضح بصير بصير العقل يستوعب انه لا هذا مو حكي انا ايه 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 فعلا ايه بس وجوده وجوده وتشعرين فيه اكثر الان يعني ككائن قصدي صرت بحس انه يعني انه لا ما بشوفه ولا با اي اي بس احساس انه موجود اه ايه وحتى احساسك بالمركبة ايضا يعني كانواتي تكونين فيه مركبة طبعا لا انا عم بحكي على احساسي بوجود بالارض مو بالصفر لما بسألتني السؤال انا بقصد لما بكون بالبيت بالنهار العادي بحس بوجوده بس بالمركبة لا لا بالجلسة اقصد بالجلسة لا موجود اي اه وتشعرين بالمركبة ايضا اقصد يعني بوجودك اقصد في المركبة اي هذا مدهش هذا يعني حتى لما بكون بشوف صور نعم لما بقول بدي ارجع المركبة اه قبل لما صارت معي بدي ارجع المركبة ما قدرت قلت له ساعدني قللي انتي لازم الله صحي فاليوم انا قلت انا بقدر اساوية اي فعلا صارت اقول بدي ارجع المركبة بلاقي وعي صار بالمركبة بالمركبة هذا مدهش هذا اي طيب انتي ممكن تسأليه بالجلسات القادمة سؤال مهم قولي مسألة النظر انه انا مثلا اسأليه متى استطيع ان اراه مثلا او ماذا اعمل اكثر بحيث استطيع ان اراك لاحظي هذا هذا اي 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 اللي لازم يرتفع الوعي اكتر ها سألتي هذا السؤال بالذات اي لانه انا متحمسة بدي اشوف كل شي يعني ما بدي اي 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 بدي اشوف بوضوح بدي استكشف الله اي ما بدي اضلك اللي لازم الوعي يرتفع اكتر اي يعني كأنه نحن الحيوات صح طبعا ساتناها والماتريكس هذا كتير معتم علينا اي لازم الجسم ينضاف، الوعي بي رتفع وهم يساعدوك بهذا وهذه الصلاة العلمية جدا مهمة البناءات الإيجابية وهي حتى السفرات في كل سفرة نعم أنت فيه تغير جدا كبير يعني مش فقط تغير جدا كبير يحدث طبعا يعني حتى على المستوى الشخصي أحس عقلي تفكيري يتغيري فعلا كله اختلف يعني نظرتي للأشياء اللي كنت أشوفها قبل صرت أشوفها بشكل تاني وحتى هي الاتصالات أصواتهم يتصون كما أنت قلت يعني خارج عن الجلسات يكونون معاك باستمرار مدعش هذا حقيقة الكون العظيم يا أختي يباركك ويبارك أيضا كائنات البليديان يسمعون أنهم معنا ونباركهم الآن مجموعتنا نقول تبارك أخوك وتبارك يعني الفريق الذي معاه ومجموعتنا تبارك كائنات البليديان والأكوان العظيمة تبارك أيضا حياتهم أينما يكونون الأكوان العظيمة تبارك عملهم تبارك كواكبهم ويستلمون استلموا يا كائنات البليديان كل محبة الأكوان وخير الأكوان وأنتي أختي أيضا استلمي كل خير ومحبة الأكوان اليوم وكل يوم آمين 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 اشتركوا في القناة